خمس التنمية على أهل سهاج كريمة رحيمة تخفف عن كاهلهم في الريف والمناطق النائية وتؤمن لهم ولأبنائهم مستقبلا أفضل فما تحقق من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أمنيات ومطالب أهل سهاج إلى حقيقة حيث لم تترك المبادرة أي شبر إلا وطورتها بلاغ إجمالي المشروعات بمحافظة سهاج في إطار المشروع القومي حياة كريمة إلى 2877 مشروعا بتكلفة تقديرية تخطط الأربعين مليار جنيه في سبع مراكز وثلاثين وحدة محلية وإحدى وثمانين قرية تابعة و1123 نجع وتابع ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى أربعة ملايين مواطن بل مبادرة السيد الرئيس الجمهورية الذي أطلقها حياة كريمة لقد نعت محافظة سهاج منها جاء نصيب الأسد حيث أنه تم تطوير سبع مراكز من ضمن مركز المدينة الجرجة وكان لنصيب مركز الجرجة خمس قرى المركز الجرجة دخلهم حياة كريمة وتطوير الريف المصري يعني السعيد ما متحقاش يوصل صرف صحي وغز طبيعي وقهرابة وطلفونات ونت يعني السراحة يشكل الرئيس السعيد ما متحقاش في الكلام ده خالص يعني فيش غير اليوم من دولة السراحة بصوا على السعيد السعاد كانت ميتة حد يش فكر في السعاد خالص يعني السعاد يعني في الصلاة عن النبي بيجي تمام تمام ضرق وقبار وغز طبيعي حد يش كان يتوقع المشور ده كله ونقدر نقول لك يا ريس فعلا أصبحنا نعيش حياة كريمة اسما على مسمى بعد معاناة من الفقر في جميع البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وقطاع كهرباء وتهالك في البنية التحتية الكاملة أصبحنا فعلا المواطن يعيش حياة كريمة وباسمي وباسم كل صعيد مصر يا ريس بقول لك شكرا يا ريس على حياة كريمة اللي حضرتك وفرت عنا ولأن ثالوث التنمية الحقيقية ركيزته التعليم الصحة والصناعة تم تتشين جامعة سهاج الجديدة التي تحولت في زمن قياسية من صحراء جرداء إلى صرح علمية يدرس فيه نحو سبعين ألف طالب لتلبية احتياجات سوق العمل كي تكون منارة تنموية علمية تعليمية في صعيد مصر نحن نعلم بتشريف السيد الرئيس تشغيل حقيقي لمستشفى تزيد عن تلتمية سرير بتكلفة تزيد عن المليار جنيه بعدد تسعة وخمسين سرير عناية مركزة اثنين وتلاتين مكينة غسيل كلوي يعني بتعمل في اليوم يقرب من مئة جلسة يعني بتعمل في الشهر أكتر من تلات تلاف جلسة الحقيقة ده مع عشرين حضانة مع زرة عناية مركزة للأطفال ده بيمثل تقريباً تلاتين في المية زيادة في مقارنة بمستشفى سهاج الجامعي القديم واهتماماً من الدولة بالمجتمع المحلية فعلى مساحة تبلغ نحو ستة وعشرين ألف متر مربع أنشئت مستشفى سهاج التعليمي الجديدة بتقنيات طبية حديثة للتخفيف من ألام أهل الصعيد بشكل عام وأهالي سهاج بشكل خاص حقيقة في الألفية الثانية أصبحنا نسمع عن مجموعة من الوظائف البازغة أو المستحدثة التي لم يكن لها وجود على الإطلاق في الألفية الثانية بنسمع عن الزكاء الاصطناعي بنسمع عن غيات الأعمال بنسمع عن الحاسوب بنسمع عن الترجمة الفوغية هذه الأمور لم يكن لها وجود في الألفية الثانية ده وضع على كهننا احنا كمسؤولي عن أو قيادات أكاديمية لمؤسسات التعليم العالي أن احنا نستحدث مجموعة من البرامج التي تناسب الألفية الثالثة وتؤهل أبنائنا بمجموعة المعارف ومهارات مرة تانية التي تؤهلهم للتعارب بما هو متاح في سوق الأمل وده حقيقة اللي اشتغلنا عليه في جمع السهاج احنا جمع السهاج الآن بها 17 كلية منهم 5 كليات في المقارج القديم 11 كلية في المقارج الجديدة اللي احنا وقفين عليه دلوقتي وفي كلية في مكان منفصل لأنها كلية التكنولوجيا والتعليم لأن دي لها مجموعة من الورش فمنفعش تبقى داخل كنبس الجمع تحزين جودة حياة المواطن هدف تسعى اليه القيادة السياسية بتضافر جهود أجهزة الدولة كافة مع المجتمع المدني لتأمين مستقبل أفضل لأجيال قادمة حلم تنمية الصعيد لم يعد شعارات براخة ولا حبرا على ورقة بل أصبح واقعا ملموسا في مصر الجمهورية الجديدة واقعا يعيش فيه أهل سهاج اليوم أهل الكرم بمشروعات تعزز من مفهوم العدالة في التنمية وتوفر ألاف فرص العمل لأبنائها وحياة كريمة لهم فما نشده اليوم من مشروعات تنموية في صعيد مصر ما هو إلا قليل مما يحدث في عموم محافظات الجمهورية من محافظة سهاج أحمد عبدالصمد التلفزيون المصري